من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين سيد رئيس، سيد الوزير، حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون في البداية يسعدني أن أمتل أمامكم في هذه الجلسة الدستورية الخاصة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وهو موضوع يحظى بأهمية كبيرة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وأغتنم هذه المناسبة لتقديم الشكر للسيدات والسادة أعضاء مجموعة العمل لاختيار هذا الموضوع الاستراتيجي والتعاون الوثيق الذي ميز سيرة عملهم مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة وصيد البحري والسنمية القروية والمياه والغابات فقد حرصت الوزارة على مد المجموعة بكل المعطيات وعبأت مصالحها لتقديم رؤيتها ومجالات تدخلها المرتبطة بالموضوع خلال الورشات التي نظمتها المجموعة أو خلال الزيارات الميدانية وأود هنا أن أتني على منهجية العمل المتبعة والتي مكنت من الاستماع لكافة المتدخلين في سلاسل القيمة والوقوف على الإنجازات وإبداء الملاحظات بكل موضوعية وهو ما يتجلى في جودة التقرير المنجز والذي أحط بمختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع السيد الرئيس المحترم حضرت السيدات والسادة النواب المحترمون يعتبر تسويق المنتجات الفلاحية عنصرا هاما في سلسلة القيمة لسلاسل الإنتاج ويمثل تحديا كبيرا لاستدامة الفلاحة المغربية وتطوير منافدها وقد تم بدل العديد من الجهود لتحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية النباتية منها والحيوانية في السوق الوطنية لكن عوائق بنيوية حالت دون تحقيق الأهداف المتوخات والتي تتعلق أساسا بمشاكل تسير والتي تكلمت عنها في التقرير وفي المدخلة الإطار القانوني والمؤسساتي كهالك البنية التحتية وعدم استجابتها لمعايير النظافة والجودة تعدد المتدخلين كما خلص تقييم مخطط المغرب الأخضر إلى ضرورة العمل على عصرانة وتطوير مسالك التسويق وفي هذا الإطار وضعت استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أطلقها صاحب الجلالة حفظه الله في فبراير 2020 بغيت تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية والتي سنتحدث عن أهم الأولويات لكن تفاعلاً مع مختلف التوصيات التي جاءت في تقرير الجنة الاستطلاعية عملت الحكومة بشكل استباقي وبهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفلاحين في ظل الصعوبات التي يعرفها أو تعرفها المواسم الفلاحية الثلاث الأخيرة نتيجة تأخر الأمطار حيث خلال هذا الموسم الحالي تم العمل على دعم مدخلات الإنتاج الفلاحي وأخص بالذكر البودور المعتمدة من خلال دعم بودور وشتاء المنتوجات التالية الحبوب الخريفية تم تزويد السوق بـ 1.1 مليون قنطار بأتمنة مدعمة بالتلت الشمنظر السكري بودور لمساحة 54 ألف هكتار بدعم ألف درهم للقنطار الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل دعم لأول مرة بغلاف مالي قدره 1.8 مليار درهم أي إعانة تتراوح ما بين 50 و 70% الأسميدة عبر تزويق السوق الوطنية بالأسميدة الفوسفاتية بطاطية 600 ألف طن بأتمنة مستقرة الأسميدة الأزوطية من خلال دعمها بغلاف مالي يقدر بـ 1.9 مليار درهم لكميات كافية قدرها 500 ألف طن بأسعار مدعمة في متناول الفلاحين وفي مختلف مناطق وأنحاء المملكة صحيح أن الموضوع ديال هذه الجنة الاستطلاعية كان حول التسويق لكن في النقاش ما فيها باس حضرت السيدات والسادة النواب المحترمين تفعلوا مع مختلف القضايا التي ترتوها والتي هي قضايا مرتبطة بالمختاط المغرب الأخضر مختاط المغرب الأخضر هو استراتيجية تعرضت لكثير من الإفتراء واستراتيجية التي كانت موضوع ديال مزايدات سياسية طيلة السنوات الماضية بل ربما هي الاستراتيجية الوحيدة التي قدروا نصنفها سياسيا بأنها هي التي كانت موضوع ديال يعني المزايدات بالزيد فأنا أتفهم أن الموضوع ديال مخطط المغرب الأخضر في السنوات الماضية يكون موضوع لمزايدة الاعتبارات مرتبطة بالانتخابات لكن اليوم لا مبررة لذلك وما فيها باس نقش مخطط المغرب الأخضر اللي بالمناسبة وهذا عبرت عليه غير ما مرى في مختلف في المحطات التي تناولت فيها الكلمة داخل هذه المؤسسة الدستورية المحترمة قلت ما فيها باس نهضروف هذا مخطط المغرب الأخضر ونعرفه ما نعمل وش حقق شي حاجة أو لم حققت حاجة أولا مخطط المغرب الأخضر معمر ما تكلم وأنا أوحيلكم على الاستراتيجية مخطط المغرب الأخضر معمر ما تكلم على الاكتفاء الداتي في الحبوب بالمطلق والأهداف التي كان يحدد مخطط المغرب الأخضر في الحبوب دائما معروفة هي سبعين مليون قنطار ورجع الوتائق الفرضية كلها بين سبعين وثمانين الرجع الفرضيات دي القانون المالية قد تكلم السحيكة تفضل تكلم مني نتكمل أنا بغير تفضل هسيد نائب محترم وش بغير تكلم السحيكة تفضل هسيد نائب محترم وش بغير تكلم السحيكة سيد نائب محترم أنا نخليك سهدر في وقت سيد النائب المحترم سيد النائب المحترم أتمنى أن لا أضطر لتذكيركم بالنظام داخلي رجاء سيد النائب المحترم إلى عندك نقطة سيطلب نقطة نظام في إطار قانون ونعطيها لك ولكن باش طاول عليها بهذه الطريقة أمر غير مقبول تفضل سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس في إطار احترام النظام الداخلي اليوم نقش موضوع تقرير مهمة استطلاعية مجموعة عام الموضوعات كما جعل لسان السيد الوزير للموضوع حول سلاسة الإنتاج لا تقيم مخطط المغرب الأخضر وإذا كنت تكلم سيد الرئيس سيد الوزير مشكوراً على مخطط المغرب الأخضر وكي حيلنا على وطائق أنا نريد أن نطلب سيد الوزير بالأرياحية إعطينا وثيقة رسمية التي فيها هذه التفاصيل مخطط المغرب الأخضر ثم نوجد لكم سؤال كمكتب مجموعة عام الموضوعات هي لتقييم مخطط المغرب الأخضر الذي وقع موقع واخدى المكتب من جديد تشكيل ديالها لكي تستأنف العمل ديالها ولحد الآن ما عفناش الأسباب على ديال العرقة لدينا شكراً سيد نائب المحترم شكراً تفضلي سيد النائب شكراً سيد الرئيس بالنسبة لي نقطة نظام تتعلق بتفاعل سيد الوزير مع مدخلات السيدات وسادة النواب لا يعطي الحق في تصنيفها إلى أنها مزيدة شكراً تفضلوا سيدوة منك أن تتكلموا منك أن أتكلموا منك أن تتكلموا منك أن تتكلموا منك أن تتكلموا ونتفعلوا معكم ونعطوكم معطايات لا يعجبكم خطير لا يقفلوا سيد نائب المختلاء مخطط المغرب الأخضر في المدخلات تكون مجاشة لن حيث يمكننا هذا لدي مدخلة مكتوبة بناء على تقرير صدرات الجنة المختصة بهذا الموضوع ديال التسويق ولكن أرى ما يعجبكم الحال مني كتيروا قضايا وما كتجوابكم الحكومة وغير ما مرة كتدخلت وقلتوا آل حكومة راكم ما كتجوا ما كتتفعلوه ما معنا فاتش اللي تنقوله واذا بغينا تفاعل معكم فاتش اللي قلتو واش معدناش ما بغيتي واش نقرأ شي اللي عندي ارى ما عندي مشتاة آه سيد نائب المحترم كل مرة عادين قوت ذكروك نعم عش عندك السحجر نقطة نظام تفضله نحن في جلساتين عامة طبعا ينظمها القانون الداخلي الذي يربطو هدين المؤسستين الحكومة ولا مجلس النور التعاون والاحتراع عندما كان اعضاء المجلسية يتكلمون لا احد اوقفهم لن ندافع على الحكومة نعرف جيدا سيد وزير قادر يدافع على اموره ولكن من باب هذا الاحترام اللي كان في النظام الداخلي يجب ان نسمي على بعضنا البعض وان نترك سيد وزير يرد بالشكل الذي يراه وكين الآليات اللي خلالها كيمكن يكون الكلاب شكرا تفضلوا سيد وزير شكرا سيد رئيس نقطة نظام تفضلوا تفضلوا نقاطعها ونقفها في النتقال شكرا سيد وزير تفضلوا شكرا سيدا لا سيد تفضلوا نحن نستبقى الأحداث طبعاً ونحن من الفوق التي طالبت ميان بتفعيل المجموعة الموضوعات المتعلقة بمخطط مغيب الأخذار فنقول يجب أن يناقش في إطائه المؤسسة والقانوني المحافظة على تطبيق النظام الداخلي في هذه الجنسة نعم من كل جوانبه من عدم مقاطعات الحكومة أثناء الحديث ولكن في نفس الوقت أن تحتمه هيئاسة من أجل أن تنضبط الحكومة لما هو مبامج في جدو الأعمال وفي نفس الوقت أن نلتمس مراءاً أن هذه المجموعة الموضوعات يخصها تفعل هذا المخطط المغيب الأخذار قالت الحكومة إيجابي جداً ونقيمه إيجابي جداً ونصفق له جميعاً وإلا كان فيه شيء اختلال يتقوم بشيء في الجائل الأخضر ولا شيء أغياء هذا وشكاً شكراً سيد نائب محترم تفضل سيد الوزير إنه يبقى تسجيل الحكومة صبراً لا ما عالي وغاية تدخيل ما كنت مشكلة قلت ما فيها بس هذا الموضوع هذا ما فيها بس هذا الموضوع هذا النقشه بناء على تدخوله دي لكم يكون واحد النقاش بنا من جهة البرلمان ومن جهة الحكومة سيدة سيدة النواب محترمون الفرضيات اللي كتجي في الوثيقة دي القانون المالية واللي هي بالمناسبة وثيقة الرسمية موجودة في الجميع الوثائق اللي صدرتها بلادنا تؤكد بأنه مخطط المغرب الأخضر وضع الهدف دي الحبوب هو بين سبعين وثمانين وفي الغالي بسبعين لماذا والريهان شنا هو الرهان هو يتم العمل على تكتيف البودور المختارة اللي كتساهم في الرفع من الانتاج العمل على الدعم دي المكنانا باش تكون المرضوضية في الهيكتار أكثر من السنوات الماضية لما كانت فيها واحد المستوى عالي من المكنانا وطبع الإرشاد الفلاحي عبر مجهود تقوم به الوزارة لأنه باش نفهم الاكتفاء الداتي زيان بالمناسبة رمكي نشي بلاد في العالم أقول في العالم عند الاكتفاء الداتي من جميع المنتجات الفلاحية لكن كتوازن ما بين المنتجات اللي عندها فيها واحد القدرة كبيرة على الإنتاج والمنتجات اللي يمكن تحكم نسبيا في الاستيراد ديلها فبلادنا منك توضع هذاك الهدف ديل السبعين وثمانين تأخذ في اعتباراتهم جموعة من العناصر أولا مخطط المغرب الأخضر بالأهداف ديالو اللي جابه شي حققها جاي حقق أولا أنه تكون فرص شغل في العالم القراوي نحن كنحرفوا بأن سلسلة الحبوب ماشينش من السلاسل المشغلة بحالها بحال مثلا انتاج اللحوم الحمراء لمشغل بشكل كبير الأشجار المتمرة تشغل أيضا بالنسبة أقل من من انتاج اللحوم لكن أحسن بكثير من الحبوب لأن الحبوب تشغل كيكون في بداية الموسم في نهايته ثم مخطط المغرب الأخضر خذ واحد المتغير لكنا كنجمع داخل هذه القاعة بأنه متغير أصبح بنيوي اللي هو معضيلات الجافاف وشكي نشي بلاد اللي كتعمل الفلاحة بلا ما رحنا للسنة التالتة حضرت سيدة سيدة النواب ونحن نعيش ومواسم فلاحية جافة الرابعة وإلى خديتي الفين وعشرين وتساطاش شوية متالت راه جاف تبقى البلاد بقى بلادنا والفلاحة ديالنا في هذه المقاومة هذه على الأقل منتجة الفلاحية كم توفرة سافقين كانت تضخم كان عرف الأسباب دياله ونقشناها غير ممرة ولكن ما تضخم في المنتجات الفلاحية كان غير في المغرب أنا نريد أن أسمع الجواب ما تضخم في المنتجات الفلاحية كان فقط في المغرب كان في مجموعة من الدول لأن هذا التضخم ليس فقط السبب دياله هو الجفاف هو واحد واحد تداعيات ديال الكوفيد اللي على الظهرت واحد الحرب الروسية الأوكرانية اللي احتهي القاتل بالضلال ديالها على الأزمة وعمقات من الأزمة هذا كله شنخ صوي دفعنا صوي دفعنا في التفكير من الآن وبشكل سريع سياسات سياسات عمومية عاجلة نواجه بها بعد المشكل الأول هو ندرة المياه والتساقطات وهذا هو اللي مشت في هذه الحكومة هاتي رأي مكينة الشفلاحة بلا ما مكينة الشفلاحة بلا ما سنتكلم تحت الرقابة يلسي بنظرهوني سنحكي لكم واحد في الفين ورباطعش شينجنة برلمانية شنائبة برلماني الفين ورباطعش كانت الأمطار وكل موسم فلاحية سير بيعني وكانت فيضانات وكان شي مدخلة في لجنة القطاعات الإنتاجية شنائبة طلبات أنه هذا المخطط المغرب الأخضر ما غاديش نقدرنا نعرفه وش هو مخطط لأنه كل الكلام كان يتقال على مخطط المغرب الأخضر من ألفين وعشر حتى الألفين تقريبا والتساطعش كله إيجابي كله إيجابي ما كان شي واحد يشكيك قيدة أنملة في مخطط المغرب الأخضر ما الذي تغير ليه الذي تغير هو من قربات انتخابات الذي لا تغير هو من إبداة الحدة في انتخابات ونكون موضوعين قلنا مكين بس سوف تفوت واحد وعشرين وسوف نقلسوا ونقشوا هذه القضايا بعمق شي تدخل كان في الإجناد القطاعات الإنتاجية قد قال ونعرفه ما هو مخطط المغرب الأخضر حتى الجافاف ونحن جربناه في الجافاف سوف نفهمه بأنه دول عديدة في نفس المستوى دولنا وفي بعض الأحيان أحسن منه وجدت صعوبة في تمويل أسواقها الآن منكي تقال كيف نعالج المشكلة دي الماء أنا لا أتفق مع السيدتين النائبتين اللي بغيني يعالجوا المشكل بتدبير الندرة لا ما خصنا ندبر الندرة ونمشي معك أبعد وهذه سنتحمل في مسؤوليتي شخصيا ما عندها علاقة بوزر الفلحة أنا هذه القضية دي المنعوا بعض المناطق أنهم يغرسوا الدلح لماذا لا يغرسوا الدلح كيف يغرسوا ما لديهم خيارات واحدين أخرين ما لديهم خيارات واحدين أخرين منهم يعيشون لا أسمح لي لا لديهم المشكلة هو أن نفرهم الماء وهذه هي مسؤولية الدولة الدولة السيد النائب المحترم أنا ديمقراطي في هذا الموضوع الذي أريد خمسة دقائق لا يوجد مشكلة فقط نتناقش لأن يكون النقاش نسمعون بعض أنا أسمعتكم أسمعتكم في إطار ما يتيح لكم النظام الداخلي وأسمعوني في إطار ما يعطيني النظام الداخلي رأي المسؤولية للدولة ما هي تدبير الندرة لدينا قطنسيال لكي نفرر الناس للماء لكي نفرر الناس لكي نفرر الناس عبر التحلية إذا كانت ممكن عبر أنه نعمل استثمارات في السدود لا نرجع لموضوع هذا الماء ستأخرنا في هذه القضية ما كان يظن في يوم من الأيام بأنه بلاد في شمال إفريقيا أنها تسقي المنتوجات الفلاحية في سبت القردان بما هذا؟ بالماء المصفى المحلى 15 ألف هكتار اليوم تسقى بالماء داخلها 5 ألف هكتار ستنطلق السنة المقبلة الحوضة طانطان ستكون فيه تواحد 5 ألف هكتار الوالدية في المنطقة الجديدة لا خيار هذا هو الرهان الذي يجب أن نعمل عليه هو نوفره الماء أنا أعرف بأن البرلمان تبارك الله عامر بالناس التي تعيش في العالم القاروي وتعرف الفلاحة بدون ماء لا يجب فلاحة وهذا الكلام نقص من هنا وحيد من هنا لا أتفق معه الناس ستغرس و ستنتج و سنجعلهم الخيارات التي يدعون و سنعطيهم الماء و إذا ندخل ندعم الماء في بعض المناطق هذا هو الذي يجب أن يتعمل أنا أسمع أحد الكلام الفلاح الصغير في الله و أعرف أنكم بأننا 80% من الفلاحة المغربية هي قطع صغيرة هذا الهدل هذا التقسيم للمجتمع هذا كبير هذا صغير أعرف صندوق المياه القراوي الذي يأتيه الذي يأتيه إلى دعم أكثر يأتيه للصغير في القوة القوت يأخذ السوم بورسون ليس دعاً Ultimate كما أنه؟ يتعرر I Fuira يا أتى لا يعبد سبراً كذلك لم يكن من خزان أحت المحتوى تستمتلك لا يمكن سبراً في المترجم تتوقف تعمق لغفز تعمق لغفز تعمق السحكر. سأنت هنا عشر سنين. كنت تقول لي بغيتي. دعونا نتكلم شيئا. لا أريد علي. واش خمسة اكتار. قل من خمسة اكتار فيها السون بورسان. نعم. فيها. بغطات المغرب الأخضر. بالنظام ديال الرأي. كان يربح الدولة سنويا جوجد المليار متر مكعب. سنويا. سنويا. كانت تمشي. كانت تضيع. وهي اللي خلتنا. خلت الفلاحة أنها تقدر تقوم في هذه السنوات الأخيرة. واش بلد اللي خصة خمسة المليار متر مكعب سنويا. كانت تدير الفلاحة بمليار متر مليار متر مكعب. هل تكفي مليار؟ ما نخليه بعض القضايا السياسية. ما نشوفوش الواقع. الواقع هو مقصد ندبر الندرة. نعطيه المال الناس باش يعملوا الفلاحة. هذا هو الواقع. سيد رئيس حضرات السيدات والسادة النواب المحترم. أنا مستعد نجي للجنة. ونتكلموا فضل الموضوع على بغيته. السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم يلس محتراجاء. قولوا اللي بغيت يا السيد النائب. لن أعقب على كلامك. حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون. تهدفوا استراتيجية الجيل الأخضر. أنا رجعت للسيد وزير الفلاحة. إلى الرفع من قيمة المنتوجات وتحسين جودتها عبر وضع مسالك. توزيح حديثة وفعالة. وذلك من خلال خمس محاور. تنفيذ إصلاح لأسواق الجملة عبر تطوير أسواق الجملة في إطار السير المفوض. بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة ومخسلة في القطاعات المعنية. إصلاح أسواق الجملة الحالية. تحديد وإنشاء وتنقيل وإعادة هيكلة تأهيل 120 مزرع لللحوم الحمراء في أفق 2030. تنزيل برنامج إعادة تأهيل الأسواق من خلال تحديد خطة إعادة تأهيل عامة للأسواق الرؤية المستهدفة. والتسلسل والتمويل بشراكة مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة. هيكلة وتنويع قنوات التوزيع للمنتجات الفلاحية عبر تطوير التوزيع المباشر وخاصة في الأسواق الكبرى. حوافز لتطوير الأسواق عبر الأنترنت وتسهيل الاتصال بين الفلاحين والمستهلكين. وضع منصات للتخزين في إطار المجموعات والتعاونيات للسماح للفلاحين من التحكم بشكل أفضل في توقيت تسويق منتجاتهم وبالتالي تقليل اعتمادهم على الوسطة. سيد رئيس المحترم، سيد وزير حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون. بالنسبة لأسواق الجملة للخضر والفواكه. تهدف استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030 إلى تحسين قيمة المنتجات الفلاحية المسوقة عبر أسواق الجملة. وبالتالي تحسين دخل الفلاحين، التقليص من الوسطى والحد من تأثيرهم على مستويات الأسعار، الرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر عبر أسواق الجملة. من 3.5 مليون طن حالياً إلى ما يفوق 6 مليون طن، تتبع الأثر وتسهيل المراقبة الصحية والسلام الصحية. ولبلوغ الأهداف المسترى، تم وضع خطة إصلاح طموحة تتماشى مع المخطط الوطني الذي وضعته الحكومة لإصلاح هذه الأسواق وترتكزه على تغطية متوازنة للتراب الوطني. خفض عدد الأسواق من 38 إلى 34 سوقاً، منها 25 سوقاً ذات طابع استهلاكي، وسوقين للإنتاج، وسبعة أسواق مختلطة، خدمة أفضل للسكان وتسهيل الوصول إلى المنتجين، نمط فعال للتسيير، بنيات تحتية ملائمة استجيب للمعايير الدولية، أسواق المتعددة، متعددة المنتجات والأنشطة، مع عرض متكامل للخدمات، محطات للتبريد وجمع ومعالجة النفايات والسلام الصحية لمنتوجات وخدمات موازية للأشخاص، وسيتم في أفق 2030 إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، سوق بكل جهة، حيث تمت برمجة خمسة أسواق منها لحد الآن، بكل من الرباط، ومكناس، وبركان، وأقادير، ومراكش، والتي تتميز بمعايير السلامة الصحية، وتتبع المصار، ويتوقع الانتهاء من إنجازها بداية سنة 2015. هذا، وقد تمت أيضاً برمجة إنجاز مشاريع أخرى بكل من الصاورة، وفاس، وبني ملال، والدار البيضى، والداخلة، وقلميم، حيث تم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بها، كما يتم العمل حالياً على تتمة بناء سوقي ططوان، وقلعة سراغنة بمساهمة من وزارة الفلاحة، والجذير بالإشارة إلى أنه، وفي انتظار عصرانة هذه الأسواق، تم إصدار القانون رقم 37.21 المتعلق بالتسويق المباشر للفواكه، والخضر المنتج في إطار التجميع الفلاحي، الذي جاء لتعزيز التكامل بين العالية الفلاحية والسافلة التجارية، وتحسين تنافسية تكلفة الخدمات اللوجيستيكية بين الإنتاج الفلاحي والأسواق، بالموازات مع ذلك، وبما أن إنجاح عمليات إنشاء وتطوير وتأهيل أسواق البيع بالجملة، يبقى رهيناً بإصلاح الأسواق، الإطار القانوني الذي ينظم تسويق الفواكه والخضر بالمغرب، عملت وزارة الداخلية في إطار الجنة تشمل ممتلين عن وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على إعداد مشروع قرار يتعلق بأسواق الجملة للمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد، حضرت السيدات والسادة فيما يتعلق بتأهيل الأسواق الأسبوعية، والتي تعتبر عنصراً مميزاً في المجال القروي، فهي تشكل فضاءات أساسية ذات وظيفة اجتماعية لللقاءات الاجتماعية والترفيه، ووظيفة اقتصادية للبائعين والفلاحين وأيضاً لسكان القرى، هذه الأسواق تعاني من عدة نواقص واختلالات كتقادم البنيات التحتية، وضعف التجهيزات، ونقص الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها ومراقبتها، مما يستدعي تدخل جميع الأطراف بما في ذلك الوزارات المعنية والشركاء الجهويين والمحليين، ومن المرتقب خلق أسواق من الجيل الجديد تتوفر على مرافق منظمة لا يغلب عليها طابع العشوائية يتم ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، مع توفير فضاءات تجارية مغطاة ومخصصة، فضاء الخضر والفواكه وفضاء التغذية العامة وفضاء اللحوم وفضاء المواشي ومزرة، وتجهيزات تستجيب للمعايير الصحية، فضلاً عن تبني نمط تدبير وتسير معقلاً كاعتماد شركة التنمية المحلية، يمكن من تحسين أداء الخدمات المقدمة للساكنة، وضمان سلامة وجودة المنتجات وتأمين الصيانة المستمرة للفضاءات والتجهيزات، ولبلوغ هدف تأهيل مئة سوق في أفق سنة 2030، لحد الآن برمجة تأهيل 25 سوقاً أسبوعياً وتسعة أسواق للماشية على مستوى مختلف أقاليم وجهات المملكة، حيث تم التوقيع على بعض اتفاقيات الشراكة الخاصة ببعض هذه الأسواق، كأسواق الداخلة وخنيفرة وجهة الشرق، وسيد قاسم والصويرة وتزنيت، وسيمكن تحديد وتطوير وتأهيل أسواق الأسبوعية بهذه المناطق، من تحسين جاذبيتها، وتحسين ظروف المعيشة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي، مع خلق فرص العمل وتنظيم التجارة في هذه المناطق، وتحريك عجلة التنمية المحلية، حضرات السيدات والسادة، فيما يخص الورش المتعلق بعسرنة المجازر، والتي تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية لللحوم، ودورها الاجتماعي والاقتصادي، وكذا لتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة، وتجدر الإشارة إلى أن الوضعي الحالي للمجازر تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، ووجود نمط تدبير غير ملائم، وعليه، فإن تحسين الكفاءة تشغيلية لسوق اللحوم الحمراء يستلزم تحسين ظروف تحضير اللحوم وتسويقها، وعقلنة شبكة الدبح، وذلك عبر تشجيع الاستثمار الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة عصرية معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الصعيد الوطني في أفق 2030، بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية المعنية ويبلغ عدد المجازر المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الصعيد الوطني حالياً 16 مجزرة، منها 9 مجازر بلدية و7 مجازر خاصة أنجزت في إطار المشاريع المندمجة والتجميع لللحوم الحمراء بدعم من طرف وزارة الفلاحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية هذا وتوجد عدة مشاريع أخرى تخص إنشاء مجازر جديدة في طور البناء أو التجهيز أو إنجاز الدراسات اللازمة حضرات السيدات والسادة في الختام اسمحوا لي أن أذكر بانخراط وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دعم كل الجهود الرامية إلى تحسين قنوات تسويق المنتجات الفلاحية والتي تؤثر بشكل مباشر على كل من الفلاحين والمستهلكين كما أغتنموا هذه الفرصة للتنويه بمجهودات كل الشركاء الجهويين والمحليين وانخراطهم في إنجاح وإنجاز هذه المشاريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته